اشتركوا في القناة نؤكد على اهمية المزيد من الدعم للجهود الرامية لاستغرار اسعار الطاقة العالمية بما في ذلك زيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير وادخال التقنيات الجديدة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تضخم الاسعار ولا نقفل هنا عن ضرور التشجيع جميع مبادرات تصدير الحبوب والقمح وقيرها لتأمين وصولها للأسواق العالمية وتفعيل مبادرات لدعم الدول المتضررة تحقيقا للأمن القذائي الكلمة السمية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قمة جدة للأمن والتنمية شملت عدة جوانب هامة ولم تغفل عن أي جانب من شأنه التأثير على جودة الحياة حيث تطرق جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى أهمية تأمين مستقبل أفضل وأكثر استدامة من خلال زيادة الاستثمارات لتوسعة الاكتشاف والتكرير وإدخال التقنية الجديدة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تضخم الاسعار حيث تدعم مملكة البحرين بشكل مستمر زيادة الاستثمارات وإدخال التقنية الجديدة للإسهام بشكل فاعل وحيوي في دعم النمو الاقتصادي العالمي ضمن استراتيجية واضحة تطبق على أرض الواقع هذا وأكد جلالته خلال كلمته السامية على ضرورة تشجيع جميع مبادرات تصدير الحبوب والقمح وغيرها لتأمين وصولها إلى الأسواق العالمية وتفعيل المبادرات لدعم الدول المتضررة تحقيقا للأمن القذائي ما يضمن الاستقرار والتقدم المستدام أهداف مستدامة واهتمام متواصل أكدته الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم التي تناولت مواضيع الساعة ورؤية مملكة البحرين فيها وأشددت على ضرورة التعاون المشترك للوصول إلى الأهداف العالمية المنشودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر